السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير اليوم بإذن الله تعالى ودائما ضمن الوحدة السادسة والأخيرة من المقرر الجراسي لهذه السنة وضمن مجال الحفلات والآيات سنشتغل على الأسبوعين الثالث والخامس وبالضبط على مكون القراءة الوظيفية إذن هيا لنبدأ بأول نص وظيفي وهو رحلة كشفية نعم إذن خدوا ما هي أبنائي الصفحة مئتاني وتمانية هل فتحتم الكتب؟ هيا إذن ماذا تلاحظون أبنائي في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية سواء في الصورة الأولى أم الثانية نعم إذن نلاحظ حافلة تنقل أطفال الكشفية انظروا لملابسهم كيف هي نعم ملابسهم مختلفة تدل على الشجاعة وعلى الحركة والحيوية والنشاط إذن ذهبوا إلى أين؟ إلى مكان طبيعي إلى منطقة طبيعية نعم ثم طلبوا مننا أن نذكر الشخصيات المشاركة في الرحلة الشخصيات هي التلاميذ أو الأطفال ويجب أن يكون معهم ومن الضروري أن يكون معهم قائدهم أحسنت هيا لنقرأ النص ونتعرف على هذه الرحلة رحلة كشفية ظهر التباشير الصباح في الأفق فضعفت أنوار النجوم وغاب أكثرها في هذا الوقت كانت الحافلة تغص بالكشافة وما إن هدر محركها حتى أطلت الرؤوس من النوافذ ضاحكة مرددة إلى اللقاء إلى اللقاء ولوحت أيدي الآباء والأمهات بالوداع وهم يدعون لأبنائهم بأمان الصفرة وسلامة العودة عند الزوال حل الكشافون بالمخيم رفقة قائدهم كان المخيم في غابة تقع عند سفح جبل تضلله أشجار الأرز والسنوبر والفلين أنزلوا أمتعتهم من الحافلة تعرفوا على المكان في سرعة نظفوه من أوراق الشجر الجافة والأعواد اليابسة وأقاموا سارية العلم الوطني ونصبوا الخيام حولها خطتوا الطرقات وهيئوا مواقع الطبخ والأكل والأنشطة اليومية قد الكشافة في المخيم أياما ممتعة يصحون مبكرين يحيون العلم الوطني ثم يتوزعون إلى فرق هذه تنظف الأرض وتلك ترتب الخيام والأخرى تعد الطعام بعد ذلك يمضون متجولين في الغابة أو متسلقين الجبل يستمتعون بجمال الطبيعة ويلتقطون الصور ويخصصون بعض الوقت للألعاب الرياضية والأنشطة التقافية ومع كل هذا كانوا لا ينسون قراءة الكتب والقصص وكتابة الرسائل للأهل والأصحاب وتدوين كل ما تستهويهم في الرحلة في مذكراتهم مضت أيام الرحلة سريعة كانت مناسبة للإطلاع والاستكشاف ولترويد الأجسام وتقويتها كما كانت فرصة للتدرب على الصبر والمثابرة والتعاون والتسامح والاعتماد على النفس إذن أبنائي من خلال هذا النص هل أعجبكم؟ نعم إذن من خلال هذا النص نستنتج بعض الأنشطة التي تكون في الكشفية أو في المخيمات المدرسية التي يذهب إليها الأطفال في كل سنة نعم إذن هيا لننتقل للتمارين مباشرة لدينا أنمي معجب طلبوا منا أن نختار الشرح المناسب لدينا هدر هل بمعنى قسفة أو دوى تغص تمتلئ أو تفرغ يصحون هل يفيقون أم ينامون يستهويهم هل يغلبهم أم يستميلهم ثم طلبوا منا في التعليم التانية أن نختار الشرح المناسب للكلمة المكتوبة بالأحمر انتبهوا معي أبنائي كان الآباء يلوحون بأيديهم إذن الكلمة المكتوبة باللون مغاير هي يلوحون هل هي يجرون أم يرفعون أم يصفقون سنختار أبنائي نعم نحاولوا الإجابة عند سفح جبل تضلله أشجار هل السفح هو القمة أم هو ضار أم هو أسفل ثم الكشافة يدونون ما يستهويهم هل يعلمون أم يسجلون أم ينسون ثم لدينا الخطاطة طلب منا أن نقوم بملء خطاطة ملء خطاطة كلمة متسلق إذن أبنائي سنمر إلى التصحيح مباشرة حاولوا أن تنجزوا التمارين لوحدكم إذن طلب منا في التعليم الأولى أن نختار الشح إذن هضر بمعنى دواء ما إن هضر محرك الحافلة دواء محرك الحافلة تغص بمعنى تم تلئ بالتلاميذ أو بأطفال الكشفية يصحون بمعنى يفيقون يستهويهم بمعنى يستميلهم يستهويني الرسم بمعنى يستميلني الرسم والسباح التعليم الثاني طلب منا أن نختار شرح الكلمة الملونة باللون الأحمر إذن يلوهون بمعنى يرفع يرفعون أحسنتم كان الآباء يرفعون بأيديهم ثم عند سفح جبل تضلله أشجار السفح هو أسفل الجبل والذي يكون منبسط لكي نستطيع أن نجلس فيه ونستقر الكشاف يدونون ما يستهويهم الكشافة يسجلون ما يستهويهم أنا وضعت علامة وأنتم كذلك يجب أن تفهم وتستوعب هذه الكلمات لكي تنمي أو كي ينمى لديكم رصيدكم المعرف أملأ خريطة كلمة متسلق الكلمة هي متسلق متسلق أتت هناك اسم فاعل إذن من تسلق المتسلق هو الذي تسلق الجبل إذن متسلق فاعل أيش كذلك أتت الكلمة اسم فاعل أحسنتم مرادف 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 تسلق نعم هي صعد والمرادف هنا متسلق مرادف ها صاعد أحسنتم ثم الضد هابط أو نازل ثم الجملة طلبوا مننا أن نكون جملة جملة هي صديقي متسلق جبال ماهر أنتم قموا بتركيب جملة تخصكم تتضمنوا كلمات متسلق كما تعود ثم لدينا أبناء التمرين السادس طلب منا أن نضع علامة أمام ما يناسب حسب النص إذن هذه عناصر الحكاية ليس كذلك نعم إذن أولها الشخصيات شخصيات هذا النص منهم نعم هناك القائد وهناك الكشافة المكان أين جرت أحداثه النص المخيم الغابة صحيح زمن انطلاق الرحلة في الصباح الباكر نعم أرتب الفرقة الآتية حسب وقوعها في النص أبنائي أنا لم أضع رقم واحد واثنان وثلاثة بالأعداد وضعتها عبارة عن نقط اتفقنا إذن النقطة الأولى وهي أول فرقة تنظف الأرض ثم الفرقة الثانية ماذا تفعل تقوم بترتيب الخيام ثم الفرقة الثالثة والأخيرة فهي تعد الطعام يتدرب تامنا يتدرب الكشافة على قيم حميدة أسجل التي وردت في النص إذن النص ذكر به الكثير من الخصال الحميدة التي نتعلمها خلال رحلتنا الكشفية إذن أولها أبنائي الصبر ثم التعاون ثم التسامح وأخيرا الاعتماد على النفس لأنك تقوم بكل أعمال لوحدك وتعتمد على نفسك تاسعا أنسج على غرار الأسلوب الآتي ماء هضر المحرك حتى أطلت الرؤوس إذن أعطونا أسلوب ماء ثم حتى سوف ننسج على غرار سوف نقوم بتكوين جملة مماثلة جملة هي ماء قدم الطعام حتى ظهر الجياع ماء قدم الطعام حتى ظهر الجياع إذن أبنائي قوموا بتكوين جملة على هذا المنوال اتفقنا حسنا أبنائي هيا لننتقل الآن إلى النص الوظيفي الثاني وعنوانه ويستمر السفر السفر خدوا معي الصفحة مائتاني وتمانية عشر فتحتم الكتب هاي إذن عنوان نصنا الجديد وهو يستمر السفر إذن نفهم من خلال العنوان أن السفر مستمر وسيتو إذن ماذا تلاحظون في الصورة ناعم هناك أب برفقة ابنه على متن باخرة كبيرة تجوب البحر وهناك أسماك تسبح بجانبهما إذن ويستمر السفر سافر عادل مع والده لأول مرة على متن الباخرة كانت باخرة عملاقة تمخر عباب البحر وتكسر أمواجه كان متكئا بجانب والده على حاجز السفينة يتأمل البحر ويشاهد شساعته وقوته قال في نفسه من لم يرى البحر من وسطه لا يستطيع أن يزعم أنه رآه فهو لم يعتد في بلدته إلا على الشاطئ على شاطئ هادئ يتزاحم فيه الصغار صيفا ويخلو منه شتاء وحينما نظر إلى الأفق لم يدري أهي السماء نزلت إلى البحر أم هو البحر سعد إلى السماء فالفضاء الأزرق كتلة واحدة متصلة تأمل عادل حركة الماء وقال لنفسه لا شك أن هناك حياة أخرى تحت هذا الماء مخلوقات حية ترزق وأسماكا كثيرة متنوع وكنوزا من المرجان وأشياء أخرى ويستمر السفر على متن الباخرة ويستمر عادل في مشاهدة البحر فيقول لوالده كم هو عجيب أمر البحر وكم هو ممتع السفر على متن الباخرة إذن أبنائي هذا هو النص الذي كان بين أيدينا إذن نص سهل وبه أوصاف البحر الرائع إذن فلننتقل أعزائي لإنجاز التماري أول تمرين طلب منا أن نعوض الكلمة الملونة بما يفيد معنا المعنى نفسه يعني نفس المعنى سنبحث عن المعنى نفسه نعم إذن على متن الباخرة ماذا سنقول بما سنعوض متن نعم على ظهر الباخرة تمخر عباب البحر تخترق عباب البحر يشاهد شساعته نقول كذلك يشاهد اتساعه نعم أبنائي ثم طلب منا كذلك أن نقوم بكتابة مفردات مناسبة لكل معنى مما يأتي من خلال النص كانت باخرة كبيرة لدينا في النص أبنائي كانت باخرة عملا عملاقة أحسنتم تشقوا سطح الماء هنا لدينا الجملة وتكسر أمواجه يعني تكسر سطح الماء الفضاء قطعة واحدة دقر هنا في النص ماذا؟ فالفضاء الأزرق كتلة واحدة كتلة واحدة يعني الفضاء كتلة واحدة ثم طلب منا أن نملأ خريطة كلمة يستطيع هيا أبنائي إذن الكلمة يستطيع هل هي اسم أم فعل؟ نعم أبنائي فعل مدار يستطيع مرادفها يقدر هو يقدر أن يفعل كذا وكذا هو يستطيع أن يفعل كذا وكذا ضدها يعجز يعجز عن فعل هذا الأمر ثم طلب منا أن نركب جملة كالعاد جملة هي يستطيع الإنسان الواثق تحمل الصعاب أنتم أبنائي سوف تقومون بصياغة جملتكم الخاصة نعم ثم لدينا الفهم القراءة أكتب نعم أو لا أمام ما يلي بحسب النص الباخرة تنخر عباب البحر نعم لدينا في الجملة وفي التمرين صحيح نعم يتأمل عادل البحر نعم أبنائي صحيح عادل متكئ على حاجز الباخرة نعم إنه متكئ رفقة والده أحسنتم نام عادل على سطح الباخرة هل هو نام فعلا؟ نعم بل هو يطل ويتأمل الجو ويتأمل شكل البحر واتساعه ثم ألون بطاقات الأمكنة التي ورد ذكرها في النص إذا انتبئوا معي جيدا أبنائي دكرة الباخرة نعم لأنه ما على متنه الصغار نعم الصغار كان يتزاحم معهم صديقنا في الصيف يسبحون على الشاطئ أمواج نعم دكرة حاجز دكرة البحر دكرة مخلوقات نعم دكرة عادل هو بطل القصة بلدة البلدة التي يعيش بها إذن هناك فقط كلمتان لم تذكر هما الأرض ثم السيارة سادسا أرتب الأحداث الآتية بالأرقام واحد اثنان ثلاثة أربع حسب تسلسلها في النص إذن أول جملة ما هي أبنائه نعم سافر عادل على متن باخرة عملاق هذه هي الجملة الأولى الجملة الثانية كان متكئا بجانب والده كما نلاحظ في الصورة ثالثاً تأمل عادل حركة الماء نعم ثم الجملة الأخيرة قال عادل كم هو عجيب أمر البحر إذن أبنائي بهذا الشرح المبسط أتمنى أن تكونوا قد فهمتم النصين أرجو منكم أن تقوموا بقراءتهما جيداً والتركيز عليهما وعلى إنجاز التمارين وأترككم إلى اللقاء في حصة مقبلة بإذن الله تعالى شكراً للمشاهدة